مرحبا بكم مجددا في فقرة تحليل الأخبار والتي يصحبني فيها الكاتب الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبدالعظيم مرحبا بك سواء شوقي ونبدأ من صحيفة التيار وفيها نقرأ علي الحاج يتهم قوى سياسية بالهجوم على اتماع شور الشعبي اتهم الأميد العام لحزب المؤتمر الشعبي دكتور علي الحاج قوى سياسية أمسك عن ذكرها بالوقوف وراء حادثة الاعتداء والهجوم على اتماع شور الحزب بصالة قرطبة في الخرطوم وطالب الجهات العدلية والقانونية بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المتورطين وفق القانون ووصف الحاج في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد بمقرر الحزب بالخرطوم الهجوم الذي اتهدف اتماع الشورى بالمؤسف والخطير وقال إن ما حدث هو عمل مدبر ومرتب ضد حزب المؤتمر الشعبي وأوضح أن الهجوم هو هجوم على النظام الديمقراطي وعلى السلمية التي اتسم بها الحراك الشعبي وقال الحاج إن حزب المؤتمر الشعبي أسس على السلام والحرية والعدالة والحكمة وإن الاعتداء عليه هو اعتداء على العدالة والحرية العامة وأشهد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالقوات النظامية التي سارعت إلى مكان الحادث مثمنا والدور الكبير لقوات الدعم السريع في إخلاء المجتمعين من مكان الاجتماع إذن أستاذ شوقي المؤتمر الشعبي يحمل أو يحمل قوى السياسية مسؤولية الاعتداء على كواديره في صالة قرطبة يوم أمس سبت ولكن بعض من قادته اتهموا بواحل الحزب الشيوع السوداني بالتورط الحادثة كيف تنظر لهذا المشهد الخطير فعلا هو مشهد خطير ما حدث كان خطير جدا ولا يوم بخير وهذا التصرف مزعج لكل الناس وبالذات زي ما قال الأمين العام للحزب المؤتمر الشعبي أن هذه الثورة كانت سلمية منذ خمسة أشهر والناس محتصمين في الميادين والناس في الشوارع لم تشهد أي حوادث عنف مضادة لأجسام أحزاب لكيانات لم نشهد عنف مباشر إلا في هذه الحادثة والاستمرار من هذه الحوادث ربما يعني يذهب بالناس لمرحلة جديدة مرحلة بتاع التفلتات مرحلة بتاع العنف وهكذا لذلك هو أمر خطير وأمر مدان نعم ونحن بنسجب جدا من هذا السلوك والشيء الجيد أنه كل الأحزاب وكل التجمعات السياسية أدانة المشهد لما حدث وطلعت بيانات صريحة تدين التصرف إذن لماذا يصر القيادات المطور الشعبي على نوع من الحزب الشوعي رغم أن أو مسارعة قوة الحرية والتغيير لإدانة الحادثة في الواقع طبعا هذا هو العدو التاريخي بين الإسلاميين والشوعيين اليسار واليمين هذا عداء تاريخي معروف لذلك أول عدو يتصوروا أنه فعل ما فعل هو الحزب الشوعي شيء مفهوم يعني ولكن الاتهام الحزب الشوعي هكذا جزافا أمر برضو قد يدفع للناس لمزيد من العنف ولمزيد من الاستفافات الزي دي كده يعني أنت ما ممكن تتهم الحزب الشوعي ولا تتملك أدلة يعني قد نفهم أنه واحد من الشهز شوعي معروف في منطقته معروف بأنه هو شوعي قام بهذا التصرف فلنفترض ذلك يعني مؤكد هذا ما الحزب الشوعي يعني الحزب الشوعي دي حزب يجتمع وعنده هياكل وعنده إدارات ويتخذ قراره بطريقة مؤسسية إذا كان الحزب المؤتمر الشعبي له ما يفيد وعنده من الأدلة بأن الحزب الشوعي في مضابطه وفي اجتماعاته وفي مؤسساته قرر هذا القرار في منحقه أنه يدينا الحزب الشوعي لكن عندما يكون تصرف فردي شخص متهم بالشوعية وكثير في السوداندة يقول لك والله فلندا شوعي ربما من أفكاره ومن طريقة تصرفاته ومن سلوكه ويتهمه ويقول لك ده إسلامي وهذا أنصار سنة يعني هذه الاتهامات حتى ربما لا تجد لها سند حقيقي يعني ممكن تتهم شخص بأنه شوعي ولا تجده مغيض في مضابط الحزب الشوعي وفي عضوية الحزب الشوعي لذلك هذا الاتهام خطير جدا لو تركت هذه المسألة للجهات الأمنية والجهات العلدية وتصدر على التحقيقات وهم طالبوا طالبوا بالتحري والتحقيق من الأجهزة الأمنية لو تركت هذه المسألة ومثل هذه التصريحات لما بعد ما تتكشف عنه التحقيقات الرسمية يكون أمر جيد لكن الآن عندما تقول هذا هو الحزب الشوعي وفي السوشال ميديا وقراءنا في الواتساب كيف عدد من أعضاء الحزب المؤتمر الشعبي يتهموا الحزب الشوعي مباشرة وده أمر خطير جدا ربما الشخص يكون شوعي ربما ما يكون شوعي لكن أنا على قناع أن الحزب الشوعي لم يتخذ هذه المسألة في داخل مؤسساته وفي داخل مضاقته وأن الناس يهاجموا الله وهو جزء من هذا الحراك يعني حزب الشوعي جزء من الحراكة التي استمرنا منذ خمسة شهور بسلمية شديدة جدا وحقق مطالبه بالسلمية لا أعتقد أنه ما الآن سيتجه لأي شكل من أشكال السوق البعض يحذر من شعرات بعض شعرات الثورة كأي كوز ندوس ودوس يعني هل تؤتي أو الثورة أو تؤتي هذه الشعرات اليوم أكلها عنفا فهل تحتاج الثورة لتنقيح أولا نحن لما نقول إنه حدث عنف وأديناه خلينا نشخص السبب بتاع العنف لأنه نحن ما داري نجرم الضحية ولا داري ندعم المجرم الفعل مدان مدان بكل أشكال ولكن الإدانة واحدة لا تكفي يعني يجب أن نشخص ماذا حدث يعني أنا أعتقد أنه هؤلاء الشباب هم شباب تربوا على الكت لم تكن هلالك اتحادات في الجامعات لا توجد منابر للتنفيس نحن خلال 30 عام لا نعرف شيء عن الديمقراطية لا نعرف الديمقراطية بشكل حقيقي لا توجد صحف حقيقية الناس يتنفس فيها خلال 30 سنة كانت الصحف تصادر كان هلالك صوت واحد مسموع رأي واحد مسموع كل ذلك تتطعت مثل هذه التمصهرات تتمزهر في أشكال العنف من الشباب أشكال رغم أنه مدان أنا أكرر أن هذه المسألة مدانة ولكن هذا الكلام للتشخيص يعني يعني السودان ربنا حافظه والآن نسمش بسلمية شديدة جدا للتغيير لكن مثل هذه التصرفات هي مؤكد لها انعكاسات لما كان يعني لما كان خلال 30 سنة من الكابتو من عدم وجوده الديمقراطية لا نعرف الديمقراطية الحقيقية لا نعرف الحرية الحقيقية وهذا مفهوم في هذا الإطار ومدان في نفس الوقت يعني أعتقد أنه الشعارات ندوس ودوس وكلها خرجت من هذا الباب من باب الكابتو كان مستمر لفترات طويلة جدا لكنها لم تتحول إلى فن؟ ولكنها في خلال الثورة خلال الخمسة شهور المضب لم نرى فعل حقيقي ندوس ودوس والإسلاميين في آخر أبناء أخوائلتنا وعمومتنا وجيراننا وموجودين في الأسر يعني موجودين في كل مكان لذلك لم نحدد لم نشوف نزول تهجموا عليه خلال الثورة في بيته ضرب لم نرى ومعروف يعني تطلق على كل الإسلاميين بكل مشاربهم لم نشاهدنا مثل هذا الفعل حقيقة يعني رغم أنه كان يتردد في الشوارع هو عين في شعور المضاد يعني إحنا دائما بنسكر أنه بين شعارات الثورة يعني الإسلاميين نفسهم كان لديهم شعارات عنيفة فلترغمنا الدماء فلترغ كل الدماء هذه طريقة الدماء والكلام عن الدماء وأنه ستتغير بالقوة وبالعنف كل ذلك ما حدث منهم يعني إحنا في كثير من الأحيان شاهدنا في الجامعات وكده بعضهم حدث يعني لكن كانت شعارات يعني فلترغمنا الدماء فلترغمهم دماء فليعد للدين مجده بالعنف وبالقوة وكده فكل هذه لكن أنا ما أعتقد أنه الشعار كان متنزل على الأرض طالنا سيد شوكي في وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك دعوات من قبل بعض الأفراد إلى أن جماعة من المؤتمر الوطني يجتمعون في قاعد قرطبة رجاء الذهاب إلى هناك ترى يعني من يقوم بمثل هذه الأفعال وهل هي لها دور في أن يتم هذا الفعل ضد المطور الشعبي طبعا هذا ما قيل يعني هذا ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي لم يخرج أي جهة رسمية ولا لجنة تحقيق أو غيره وقالت أنه حدث كده 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 وضبطنا فلان الفلاني بالإسم وضبطنا مجموعة محددة معرفة بأنها فعلت وتركت ما تزال المسألة في طور الاتهامات وما في جهة محايدة يمكن أن تتحقق منا بما حدث بالضبط شنو حدث والكلام ولكن هذه الدعوة هي دعوة خطيرة جدا يعني هو الآن الشخص العامل الفعل دي لو كان فعله ويعلم تعبئة الناس ضد المؤتمر الوطني وضد عودة المؤتمر الوطني تاني للمشهد السياسي في القريب على الأقل يعني وعارف أن الناس مشحونين جدا من هذه المسألة وأنا أعتقد أنه استغل لا لو كان فعل ما فعل استغل هذه الشحنة وبرضو خلينا نقول أن الشارع الآن يعني التمايزات داخل الإسلاميين ربما الرجل المواد الرجل الشارع لا يعرف بالضبط هو مهتم بها يعني كثير منهم هم بيفتكنوا أن الإسلاميين دير الإسلاميين وهم صاحب هذا المشروع مشروع الثلاثين سنة والمؤتمر الشعبي أو خلافه هم أصحاب البزرة يعني هذا الذي يحدث حدث في السودان هو النموذج للإسلام السياسي حتى المؤتمر الشعبي كان مشترك فيه يعني خلال العشر سنوات الأولى والبزرة هذه بزرتهم هم الإسلاميين أيضا واحدة من مشاكلهم الكبيرة لم يستطيعوا تصحيح المنهج التعوج خلال الثلاثين سنة ما كانت هناك مراجعات حقيقية لتصحيحه إنما تركوه كما هو في الآخر أنتك هذا الجنين المشوه لذلك أنا أعتقد أنه هو استغل كل هذه المسائل يعني مؤكدا المواطنين يستطفوا حول القاعة علموا أن هؤلاء هؤلاء المؤتمر الشعبي وكان منهم من السهل جدا يعلامهم بهذه المسألة لكن خلاص الشحنة ضد الإسلام السياسي ضد ما حدث خلال الثلاثين سنة تم استغلاله استغلال سيء جدا وما كان يجب يعني أنه الناس الآخر يستخدموا العنف ومشاهد نوم ومشاهد ناص ضربت وسالت منا الدماء فكمشهد سيء جدا وأنا أرجو أنه ما يتكرر لكن يستطيع أن هناك من يلوم المؤتمر الشعبي بأنه اختار توقيتا سيئا لعقد مؤتمره أسوة بتيار نصر الشريعة التي كانت تهم بالخروج إلى شوارع اليوم نعم كل هذه انعكست على المشهد الكلام عن ما يدار في المنابر ما يدار عن العلمانيين تقسيم الثوار والآخرين هناك حد فاصل بين علمانيين ومسلمين ناس ضد الشريعة وناس مع الشريعة هذه واحدة من الأشياء العبت الناس واحدة من الأشياء العكست على الحادث نفسه نحن طبعا المؤتمر الشعبي هو يعني له الخيار في أن يعقد مؤتمره في أي مكان يعني أو في أي توقيت ولكن أيضا مراعاة الحساسية مهمة حساسية الأوضاع عندما نقول استفزازات استفزازات عندما تقرأ مع مجمل المشهد مع شيوخ في المنابر يتحدث عن الشريعة آخرين يتعد يتحدث عن التكفيريين آخرين يتحدث عن العلمانية يصنف السوار على أنهم علمانيين وضد الشريعة الإسلامية عندما تقرأها في مجمل المشهد ربما نقول استفزاز يعني رغم أن استفزاز هي شديدة شديدة القمولة لكن عندما نقرأ في المشهد فعلا هو التوقيت غير مناسب وعقب مثل هذه التجمعات والحجود ومعروف المؤتمر الشعبي الناس وصلنا فيه كحزب إسلامي في هذا التوقيت غير مناسبة وطبعا عندما نقول غير مناسبة هي الآن أنتجة الفعل اللي احنا شفناه هذا الفعل غريب ومنكر من الثورة ومنكر من كل الناس يعني أول حادث يحدث خلال كل هذه الثورة كيف يمكن خفض هذا التوتر بين القوى السياسية والشباب لتجاوز هذه الفترة دون منعا لحادثات العنص أنا أعتقد أن الناس الموجودين في الآن في مدان وكاننا نعتصام وقوة الإعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وما الآن عليهم أن يبسوا مثل هذه الرسائل يعني الثورة قد تفشل بهذه الطريقة يعني إذا فقدت سلميتها وفقدت الطريقة كانت مع الشباب ربما تتخذ منح آخر ربما نسهب إلى سيناريو الفوضى وهو سيناريو مرصود من كل الأطراف والآخرين حتى الذين كانوا في السلطة خلال 30 سنة أو المؤتمر الشعبي كان في السلطة عندما سقط هذا النظام المؤتمر الشعبي سقط مع المؤتمر الوطني كان يديه مساعدين للرئيس وكان متشاركين معه السلطة غلت أو كسرت إنما كان الآن حتى الشارع ينظر ليم إلى أنه كانوا شركاء للمؤتمر الوطني أنا أعتقد هؤلاء اتعاد من المشهد ولو قليل والآن يوفر مثل هذه الأجواء لمصلحة البلد ومصلحة السودان ومصلحة سلامة المواطنين والناس حتى لا يدخل فيها لكن الآخرين عليهم مسؤولية أكبر قوى الإجماع وقوى الإعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنين والثوار الموجودين بمختلف أشكالهم والمجتمع المدني لديهم مسؤولية أكبر في توعية الناس والحفاظ على هذه السلمية نعم